السلام عليكم ورحمة الله عزائي طلاب الصف الثالث درسنا لهذا اليوم هو من الحديث النبو الشريف في البر والإثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس صدق رسول الله الكلمة معناها البر كلمة جامعة تجمع أفعال الخير وخصال المعروف البر كلمة جامعة تجمع أفعال الخير وخصال المعروف البر كلمة جامعة تجمع أفعال الخير وخصال المعروف الإثم كلمة جامعة تجمع أفعال الشر والقبائح الإثم كلمة جامعة تجمع أفعال الشر والقبائح الإثم كلمة جامعة تجمع أفعال الشر والقبائح ما حاك في صدرك ما تردد وتحرك وأثار في نفسك قلقا واضطرابا نعيد الحديث مرة ثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس صدق رسول الله شكرا لكم ومع السلامة